لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أقول رد بعقل إذا ما نقبل بعقل وإذا يرد بعقل وإذا ينكر بعقل يبقى الجن يبقى والعوبة بين حقل المساء أعزائي مشاهدينا برحب بيكم في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل عنوان حلقتنا النهاردة هيكون هل ابن حجر كرآني؟ احنا شفنا في الحلقة اللي فاتت إزاي ابن حجر أول صفة الرحمة وصفة الغضب النهاردة هنكمل في صفة الغضب وناخد كمان صفتين تاني فأول كتاب هنقرأ منه طبعا احنا بنقرأ من فتح الباري على طول بشارح صحيح البخاري كتاب الإيمان والنزور باب قول الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا يقولينا كده الحفظ ابن حجر ولا ينظر الله إليه قال في الكشاف أول حاجة هنا أنا عايز أقول لكم الكشاف ده لزة مخشري وده طبعا من رؤوس المعتزلة وإن الكشاف ده كتاب لتفسير كمان القرآن فهو بيستشهد بأول القصيدة يعني زي بنقول أول القصيدة كفر كده بيستشهد بكتاب للمعتزلة فبيقول كده قال في الكشاف وهو كناية عن عدم الإحسان إليه عند من يجوز عليه النظر مجازا عند من لا يجوزه والمراض بترك التسكية ترك السناء عليه وبالغضب إيصال الشر إليه وطبعا ابن حجر استشهد زي ما قلت لكم بكلام الزمخشري وهو من رؤوس المعتزلة والمعتزلة طبعا بيعطلوا كل الصفات فالشيخ البراق بيعلق وبيقول ما ذكره الحافظ عن صاحب الكشاف تأويل مخالف لظاهر اللفظ وهو مناسب لمسهبه الإعتزالي وهو نفي الصفات عن الله تعالى ويوافقهم الأشعارة على نفي حقيقة النظر وحقيقة الغضب وأكثر الصفات يعني الشيخ البراق بيقول أن كلام ابن حجر ده مسهب المعتزلة خلينا نشوف هل كمان كلام الجهمية ولا بس كلام المعتزلة نروح لكتاب اتحافة سائل بما في الطحاوية من مسائل بيقول فإن الجهمية ومن شابههم ممن ينفون الصفات أصلا يجعلون الآيات والأحديث التي فيها ذكرى الغضب أو فيها ذكرى الرضا إنها أسماء للشيء الذي سمي غضب يعني العقوبة وهي الغضب والنعيم هو الرضا وحنا هنشوف دلوقتي مفاجأة غريبة جدا ابن حجر بيقولها فابن حجر بيقول فتح الباري شرح سهل بخاري كتاب النكاة حباب الغيرة بيقول إيه يقول كده قال سعد بن عبادة لو رأيت رجل المعام رأتي لدربته بالسيف غير مصفح فقال النبي أتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير منه والله أغير مني فابن حجر بيعلق على الكلام أو بيشرح الكلام يعني بيقول إيه استشهد بقول عياد بيقول قال عياد ويحتمل أن تكون الغيرة في حق الله الإشارة لتغيير حال فاعل ذلك وقيل الغيرة في الأصل الحمية والأنفة وهو تفسير يلازم الغيرة وانا شرحت لكم يعني إيه لازم كتير يلازم الغيرة يعني الواحد هيداي فمن المدايقة أو الحمية والأنفة اللازم بتاعها الغيرة فبيقول كده يلازم الغيرة فيرجع إلى الغضب وهي وقد نسب سبحانه وتعالى إلى نفسه في كتاب الغضب والرضى وهنا فيه كلام خطير جدا اتقال أنا أشرحه بالراحة طبعا ابن حجر هنا بينقل كلام إيه هو متفق عليه اللي هو قول عياض بيقول يحتمل أن تكون الغيرة في حق الله الإشارة إلى تغيير حال فاعل ذلك يعني لما فهم عياض أن الغيرة من التغير يبقى ننفيها عن الله ونلزقها للمخلوق نقول إيه دي بيشتق مش على الله خالص أصلا يعني لو معناها مش تغيير طيب يقول عياض ننسبها لله لو هي مش تغيير ننسبها لله يعني الله بيغير مجازا طب الله يا عياض بيغير مجازا إزاي راح عياض قال لا لا مش بيغير مجازا ولا حقيقة لكن نشوف لازم الغيرة اللي هي طبعا مش من التغيير ولكن من الأنفة والحمية والأنفة والحمية من لوازم الغضب ويقعد يلف ويدور عشان في الآخر عياض في الآخر يقول لنا كلمة كارثية ويقول لنا كده وقد نسب سبحانه وتعالى إلى نفسه في كتابه الغضب والرضى يعني الله نسب يعني قال هل عياض بقى قرآني أو ابن حجر بقى قرآني بيقول أصل في الكرآن مفيش غضب والرضى فإحنا إيه ملناش دعوا بقى بس صفاتين دولة يعني الحديث بيثبت الغيرة لله وهو يقول لأ كلمة الغيرة مش في الكرآن لكن الغضب والرضى في الكرآن هو بيقول كلمة الغيرة الغضب والرضى في الكرآن لكن الغيرة مش في الكرآن أنا غلط في الأول يعني ابن حجر بيشكك في مصدقات البخاري هل البخاري مثلا وأهل السنة بيجذبوا على الرسول أو مثلا هل الرسول كان بيحجر لما كان بيقول كده الله أغير يعني ألها بالغلط مثلا أو الرسول كان مشبها مثلا وكان فيه خلل في العقيدة بتاعته أو الرسول كان بيكذب على الله مثلا يقول الله بيأغير والله بيغير وهو الله مش بيغير ولا حاجة لما الرسول قال إن الله بيغير كل الأسئلة دي أنا بوجهها لأي واحد بيعتمد كتاب فتح البر شرح صحيح البخاري لواحد واخد من بذهب المعتزة والجامعية بينكر صفة ذكر الرسول في حديث المفروض حديث صحيح فأهم كتاب بعد الكرآن فهما بينكروا ليه الغيرة لأن هي ما تذكرتش في الكرآن بقى كرآنيين يعني خلينا كده نروح شرح كتاب لو معت الاعتقاد بيقول كده لابد من الرد على كلام المبتدع الذين يقولون بتأويل هذه الصفة فيأولون صفة الغضب بالانتقام وهم الأشاعرة ويقولون إننا نثبت ولا ننفي ولا نشبه ولكن نقول غضب الله معناه انتقام الله طيب والله يقول إن الله عزيزه انتقام في سورة إبراهيم 47 فنقول لهم إنه لم يرد عن النبي إنه فسر الغضب بالانتقام يعني أول الرحمة علشان ما يكونش عنده ضعف وأول الغضب علشان ما يكونش عنده فوران دم طيب نشوف صفة وسط كده بين الرضا وبين الغضب هنشوف كده بين الغضب وبين الرحمة هنشوف صفة الرضا هنشوف كده ابن حجر بيقول إيه فتح الباري بشرح سهل بخاري كتاب الرقاق باب من نقش الحساب عزيزة ابن حجر بيقول إيه وقيل الرضا صفة وراء الإرادة وقيل الرضا من الله إرادة الخير أما الصخط إرادة الشر فيقوم الشيخ البراق بيعلى على كلام ابن حجر بيقول إيه وتأويلها بالإرادة أو ببعض المخلوقات هو طريقة أهل التأويل من الأشاعر وغيرهم لأن مساحبهم نافي هذه الصفات عن الله تعالى يعني الله مش بيرضى حقيقة وإنما يريد الخير فقط ونروح كده نشوف فتح الباري بشرح سهل بخاري هيقول لنا إيه كمان كتاب الدعوات باب التوبة ابن حجر بيقول إيه وإطلاق الفرع في حق الله معناه إطلاق الفرع في حق الله مجازا عن رضا مجاز عن رضا يعني الله إحنا بنقول الله يفرح ده يعني بنقولها كده مجاز عن رضا نلاحظ قبل كده لما جات الغيرة راح ابن حجر قال إيه الغيرة تغيير فلازم الغيرة الغضب يعني إيه لازم الغيرة غضب يعني دي معناها أقول مثلا كده مثلا عشان نفهم لو حد مثلا زي ما انا قلت لكم قبل كده عنده عين يبقى لازم العين الرؤية لازم الأذن السمع ده كلمة لازم اللي غيرها غضب والرضى مرة أوله إن قردت الخير وبعد كده أول الفرح إنه رضى وطبعا الرضى في الآخر يعني يعني قردت الخير طيب هل في حاجة تاني ممكن يكون معناها الرضى وده اللي هو في الآخر معناها قردت الخير طبعا اللف ودوران ده كله علشان مش عايز يقول إن الله فعلا بيرضى حقيقة يعني خلينا نلخص حلقة النهاردة النهاردة تكلمنا عن صفة الغضب وإزاي ابن حجر أول الغضب وقال إنه معنا عقوبة وإزاي الشيخ البراك قال إنه ده مسهب المعتزلة والأشعارة وشوفنا كمان وارجع بيقول إنه ده مسهب الجامعية وبعدها عرضنا حديث صحيح إن الله بيغير راح ابن حجر قعد يلف ويدور قاية ما قال لنا في الآخر إن صفة الغيرة ما جاتش في القرآن وكأنه بيكذب الرسول في الحديث وشوفنا كمان صفة الرضا إزاي أولها إنها إرادة خير خلوكم معي تابعوني الحلقة الجاية علشان نشوف حكاية صفة الرضا مع ابن حجر وألتقي بيكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل أنت أترد بعقل وإذا أترد بعقل وإذا أترد بعقل وإذا أترد بعقل